تشير التقديرات لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا أن 40% من الأسهر في غزة تعاني من إدعي دام الأمن الغذائي بصورة شديدة أو متوسطة في عام 2017 وهو وضع انتقده المجتمع الدولي وطالب بإيجاد حلول جدرية لهذه المعاناة أن الوضع في غزة غير آخذ بالانفراج ولعل ملامح حياة مستقرة يبدو مستحيل المنال في الفترة الراهنة إذ تزامنا مع التطورات التي تجري على الأرض والتي يذهب ضحيتها العديد من الفلسطينيين ها هو الفقر يسهم في تأزيم الموقف في القطاع أكثر ويسبب أزمات أخرى تجعل الحياة شبه مستحيلة مصادر لأخبار الآن ذكرت أن معدل الفقر ارتفع حاليا مقارنة بسنوات سابقة ووصل إلى 53% حدود الفقر بدأ بزيد بدل ما يقل قاعد بزيد كان حدود الفقر أو خطوط الفقر واصل إلى حوالي 39% هذا قبل عدة سنوات حاليا معدل الفقر وصل إلى 53% أسباب الفقر هذا طبعا الوضع الاقتصادي ومعدل تولد الوظائف حتى جزء من العاملين متوسط الدخول عندهم من العاملين مش من العاطلين عامل متوسط الدخول أقل من الحد الأدنى طبعا للأجور وأقل من خطوط الفقر فوضع قطاع غزة قاعد بزيد سوء من سنة إلى سنة هذا الواقع المتدني يدفع بقطاع غزة إلى أن يعتمد على المساعدات الخارجية لمسايرة العدد الضخم من السكان في مساحة صغيرة تنعدم فيها مقومات العيش حيث رصدت الإحصائيات أن أكثر من 400 ألف فرد يعتمدون على المساعدات الخارجية من الاتحاد الأوروبي بالدرجة الأولى ويعتمدون على الشؤون الاجتماعية أزمات مترابطة يشهدها قطاع غزة فمع وضع اقتصادي متدهور وانعدام للاستقرار الأمني تتفاقم أزمة البطالة يوما عن يوم ليبلغ عدد العاطلين عن العمل حوالي نصف عدد السكان خبراء حذروا من التبعات المترتبة على هذه القنبلة الموقوطة خاصة أن المؤشرات الاقتصادية تظهر ارتفاعا غير مسبوق في نسب البطالة والفقر تزامنا مع حالة الانهيار الكامل في كافة مرافق الحياة بغزة وصلت الحين معدلات البطالة حوالي 48.3% من المشاركين في قوة العمل عاطلين عن العمل هذا حوالي نصف عدد السكان أزمة اقتصادية واجتماعية يعيشها سكان قطاع غزة أزمة تتأجج إذا ما علمنا أن المواطن يفتقر إلى مياه الشرب حيث أن 99% من المياه المتوفرة لديه غير صالحة للشرب ترجمة نانسي قنقر